السلام عليكم كديرات لبس عليكم كنت مننا تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله ومرحبا بكم في قناة يوميا جوشي واس ام ادم اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معاكم واحد الوصفة صراحة لي كتجي رائعة كتجي خطيرة كتهبل يعني مقادير لي هما بساط وصراحة وكتجي الديدة غزالة اذا قاموا معي بشعرفوا على طريقة تحضير وعلى المقادير اذا اعلى بركتي الله كما تلاحظوا فجاجة منقية مغصولة بالحماد بالملحة نصف ملعقة ديالفلفل احمر ملعقة صغيرة مملوقة سكنجبير رأس ملعقة ديالكامون وملعقة صغيرة مملوقة ديالكركم كما تلاحظوا في التوابيل ضفت الكامون وفرفل احمر حتى هما عندهم واحد تدور المهم في هذا الوصفة ثم عندي رسم العقاديل سمن زعفران شعره عندي تصومة عندي الربيع مقرد وعندي بصلة كبيرة تقريبا لاتشاره سوف اضبعوا كيفية تضفو التوابل بضعوا في كل جميع العناصر المعدنوس والقصبور قسمتهم على جوج خليت نصف الحشوة والنصف الآخر نشرم بها الجاجة هنا تصومة مقردة على هذا الشكل كما تلاحظون عناصر قليل مكونات تبساط ولكن جاجة تجي رائعة تجي تهبل نضيف الكركم ملعقة صغيرة مملوئة ملعقة صغيرة كامون ملعقة صغيرة مملوئة سكنجبير نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأحمر ملعقة صغيرة حمض المصير حمض المصير صنع منزلي ملعقة صغيرة كما تستطيع تشارك معكم الطريقة كتبواها لي في تعلق ونشارك معكم الطريقة هنا أخذت شوية من الماء دياله صراحة يزيد واحد نكهة رائعة سنأخذ واحد لباقتي وسنقردها مزيان سنضيفها الباقي المكونات بالنسبة لزعفران شعراء نخليه هو المكون الاخير هنا يا غادي ناخد القليل من الماء باش نمزج التوابل اذا في هذه المرحلة ما تحاولوش انكم ديروا الزيت ديروا الماء كيكون احسن كتخلينا الشرمولة فجاجة سنضيف زعفران زعفران الحر او زعفران شعراء فهو غني يعني التعريف اذا دبا ولا موجود يعني حتى في اوروبا كنقاوه موجود هنا نخلطو التوابل مزيان كما كتلاحظو سوف نبدأ نشرمل جاجة نحاول اناني ندخل فيها التوابل مزيان من جميع العناصر نحاول اننا ندهنوها مزيان بهذه الشرمولة وحب ذا لو انها باتت ليلة كاملة صرحة كتجي ولا اروع واللي كان مزروب ساعتين او ثلاث ساعات كافية اذا كانت بيتا اه هديك عود ثاني اه كلم خورت منك يجي بيتا كجي شاربها اه توابل من ذكي الشي اذا جيتها من جميع الاماكين من سيتحت حتى بلاسا كلها كانت هنها مزيان بالشرمولة هنا يأخذي السكين ضروري من في الحبحة الحقيقة باش يجي شاربة مزيان ديك تسبيلة وحتى صدر دي الجيش كي يجي افتي اللي كنديرولي هالطريقة لمن صدر لمن الفخاد كذلك احسن طريقة اننا كنديرولي هم بحلقة كنفل اللحوم بالموث باش يجيونا افتيين وكي يجيونا ارتبين كما كتلاحظوا كنحاول ذك تقعبي حتى وما كندخل فيهم ذك الشرمولة اذا نخليوا الدجاجة في هاد تسبيلة على الاقل مدة ساعتين اذا في هاد الاثناء نتقلوا للحشوة كما كتلاحظوا عندنا الكبدة ديال الدجاج بطبيعة الحال اذا غدي نعصر عليها نصف حامضة صراحة الحامض كحيد لنا اذيك الزفورية ديال الكبدة وكذلك كيعطيها واحد لدة اللي هي زوينة انا هي ديال الطريقة المعتمدة عندي في الكبدة كنديلا بحال هاكذا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ثم غدي نضيف عليها كذلك الخل اذا كنضيف علي واحد الكمية اذا كنخلي وها شوية فدك عصير الحامض والخل بالنسبة المكونات كما كتلاحظوا عندي فرمج محكوك عندي الملح عندي ملعقة صغيرة ديال كوركم عندي رأس ملعقة ديال كامون نصف ملعقة ديال الفلفل احمر رأس ملعقة ديال الفلفل اصود زيت زيتون ثوم عندي قصبرة ومعد نوس ثم كذلك نصف عصير حامضة وحبت بصلة كبيرة اذا قطعتها على هاد الشكل كما كتشوفو دا بغدي ناخد مقلات اول حاجة غدي ندير فيها غندير زيت الزيتون بطبيعة الحال ثم غدي نضيف البصلة اللي قطعتها بحال هكذا اذا قطعتها على النار حتى تشحر ليه مزيان اذا نبقى مع التحرك حتى تشحر ليه يعني كتاخد واحد اللون اللي هو دهابي اذا كما كتلاحظوا صفي هنايا اخذات اللون اللي بغا انايا اذا نضيف الكبدة اذا نضيف الكبدة اذا بشي زوينة انا كم ديروه في صفاي بحال هكذا وتعصروا عليها الحامض والخل اذا كم ديروه في صفاي اذا نضيف الكبدة اذا كم ديروه في صفاة اذا نضيف الثوم اذا نضيف الثوم وضيف الثوم ملعقة صغيرة الكوركم رأس ملعقة الكامون ومع التحرك المستمر نضيف الفلفل الأحمر نصف ملعقة صغيرة نضيف 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 ملعقة صغيرة ثم نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف حول كبرة نضيف الفرماج نضيف الكمية كاملة نضيف الكمية كاملة نضيف الكمية نضيف الكمية نضيف الكمية نضيف الكمية سوف نضيف المسكين نضيف الكمية في هذا الأثناء سنبدأ نعمر فتجاجة إذا نعمر و ندخل لداخل لكي نحصل لدينا فتجاجة عامرة من الداخل هنا هي جمعة التجاجة رجليها كما تلاحظون غدي نجيب الطنجرة باش نوضعها فيها إذا أول حاجة درتها هي ديك البصلة اللي قطعتها على هات الشكل إذا بصلة كبيرة حبة بصلة واحدة قطعتها للشكل و وضعتها في أسفل الطنجرة ثم سنوضع عليها دجاجة إذا دائما كنحطها على السدر لأن السدر هو لشوية كي يدي الوقت في الطياب ثم نضيف عليها ما تبقى من التوابل إذا أنا غنخلي جاجة طيبلية فقط في هاد شي اللي درت لها يعني هاد توابل فقط ما غنضيف عليها حتى حاجة سوف نضيف عليها على نار مهيلة أنا كنخليها على نار مهيلة لحتك الطيبلية نضيف الماء نضيف الماء نضيف زيت الزيتون نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء بالنسبة للتقديم فهو دائما كيبقى اختياري انا غدي نقدم طبق ديالي كما كتلاحظو استعملت ليزي بيناخ وكذلك بيض سمان وطمات سوريز كما كتلاحظو اذا هنا يا طمات سوريز فهي صوتي في القليل من الزبدة صراحة كتجي لديدة مليكن صوتي وهمعة شوية الزبدة كتجي رائعة صافي هنا يا كنستفى طمات سوريز لاحظو هنا يلا صوص كيجات خاطيرة جدا رائعة شكلا ومداقا اذا كنخلي واحدة كتشرب كتولي عاقدة على هات الشكل طفو كنتفعو عليها كان هدا هو الشكل النهائي ديال لوبلا ديال اليوم اللي حبيت انني نتقسمه معكم صراحة شي حاجة طب كيجي رائع ما تنسوش انكم تبرتاجوا مع الاصدقاء ديالكم ولايك الفيديو بطبيعة الحال الي عجبكم ولكتوا اول مرة كتزوروني انكم تابونوا فلاشين وبصحة وراحة مع فيديو قادم ان شاء الله